السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية نواصل مع دروس سنة ثانية ابتدائي اليوم في درس الرياضيات على الصفحة 110 الدرس اليوم هو ضرب عددين بين التعبير اللغوي والترميز مدام هذا الضرب هو أول درس في السنة الثانية إذن يجب أن نعلم التلميذ مصطلحات لغوية كيف يميز بين الضرب وعملية الجمع وعملية الطرح وأيضا كيف نرمز له نبدأ على بركة الله بأكتشف يقول المطلوب أربط كل صورة بالنص الموافق أربط كل صورة بالنص الموافق نلاحظ هنا في الصورة ماذا نلاحظ؟ أربع علب لأقلام التلوين كل علبة شحل فيها نحسب كل علبة شحل فيها إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن هذه علبة فيها تسعة علبة فيها تسعة علبة فيها تسعة شوف الصورة من الأخرى؟ شحل علبة كل علبة شحل فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة الصورة الموالية كم علبة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمس علبة كل علبة فيها 1 2 3 4 كل علبة فيها 4 أقلام ملونة الآن نذهب إلى الكتابة هناك 4 علب ذات 6 أقلام أين هي 4 علب ذات 6 أقلام؟ 4 علب ذات 6 أقلام إذن نربط العلب ذات 6 أقلام بهكذا ثم قالنا 5 علب ذات 4 أقلام أين هي 5 علب؟ 5 علب ذات 4 أقلام ثم 3 علب ذات 9 أقلام أين هي 3 علب ذات 6 أقلام؟ هذه 3 علب تحتوي على 9 أقلام إذن نربطها كذا يقول سؤال أحسب عدد الأقلام في 5 علب ذات 6 أقلام أحسب عدد الأقلام في 5 علب ذات 6 أقلام كيف نحسبوها؟ قال لك عندك 5 علب كل علبة فيها 6 أقلام ما هي موجودة هنا؟ ما هي موجودة هنا؟ وإنما نعيد رسمها قال 5 علب ذات 6 أقلام إذن عندنا 5 علب 1 6 2 3 4 5 كل علب فيها 6 أقلام إذن 6 6 6 6 6 6 واش ندروه باش نحسبوه؟ إذن نكتب زائد 6 زائد 6 زائد 6 نحسب الجمع نكتب هنا قال 5 علب إذن نكتب 6 5 مرات 2 3 4 5 ثم ندروه باش نحسب إذن نحسب 6 زائد 6 5 مرات 6 زائد 6 كم تساوي؟ 12 6 زائد 6 زائد 6 12 زائد 12 الآن نكتب 12 زائد 12 زائد 6 2 زائد 2 4 زائد 6 10 الآن نكتب 0 ونحتفظ بالواحد 1 3 مرات إذن عدد الأقلام هو 30 نكتب وتساوي 30 مفهوم؟ الآن ننتقل إلى السؤال الموال أو تمام الموال يقول أنجز أحط الصورة التي فيها ثلاث مجموعات من أربعة أطفال قل أحط الصورة التي فيها ثلاث مجموعات من أربعة أطفال وين هي الصورة؟ هذه الصورة فيها كم مجموعة؟ فيها أربع مجموعات من طفلين لا هذه شح فيها مجموعة؟ فيها مجموعاتين كل مجموعة فيها ست أطفال هذه المجموعة فيها ثلاث مجموعة كل مجموعة فيها أربعة أطفال إذن هذه ثلاث مجموعة من أربع أطفال إذن نحيط بهذه المجموعة قال السؤال عدد الاطفال في هذه المجموعة هو كم عدد الاطفال في هذه المجموعة واحد اثنان لا ما ندلوش هكذا قلنا مجموعات نحسب مجموعة زائد مجموعة زائد مجموعة اذا نكتب اربعة زائد اربعة زائد اربعة كم ندلوش تشاوي 1 2 3 4 5 6 7 8 تسعة عشر احدى عشر اثنى عشر اذا تساوي اثنى عشر نذهب الى التمنيل الموالي يقول لدى امين اربع قطع من خمس دانانير كم دينارا بحوزة امين قال افضل دائما نرسم لما تكون هناك وضعية ادماجية بهذا الشكل نديره رسم قال لدى امين اربع قطع ما نعنده اربع قطع نقدية من خمس دانانير معنى ذي في خمس دانانير خمس دانانير خمس دانانير إذا نكتب خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة وتساوي كم عشرون جيد نكتب عشرون دينارا في الجان المقابلة قال اشترى امين ثلاث حلويات قلنا دائما من الافضل نرسم اشترى امين تم اشترى ثلاث حلويات إذن هذه الحلويات ثلاث حلويات بسعر خمسة خمسة عشر دينار إذن هذه شراب خمسة عشر دينار هذه خمسة عشر دينار وهذه خمسة عشر دينار إذن ما هي مصاريفه كم سعر الحلويات نديرو واش نديرو خمسة عشر ثلاث مرات إذن خمسة عشر زائد خمسة عشر زائد خمسة عشر كم تساوي نديرو مجموع خمسة عشر زائد خمسة عشر زائد خمسة عشر كم تساوي خمسة زائد خمسة عشر زائد خمسة خمسة عشر دينار خمسة واحد واحد اتنان ثلاثة أربعة إذن النتيجة هي خمسة وأربعة وتساوي خمسة وأربعة تينار جيد الآن تعلمت عدد الأقلام في أربع رولابين ذا ست أقلام هو ستة ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة كم كررنا الستة كررناها أربعة مرات إذن واش نديرو قلنا ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة كم تساوي باش نختصر هذا السطر الطويل نكتب الرقم المكرر ما هو الرقم مكرر هو متشابه ستة 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 إذن هذه نكتبها هنا نعيد كتاباتها هنا ستة كم تكرر من مرة تكرر أربع مرات إذن نكتب في كم من مرة أربعة مرات إذن تكرر ستة في أربع مرات ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن تكرر ستة أربعة مرات وتساوي كم تساوي أربعة وعشرون نستطيع كتابتها أربعة وعشرون كيف جاءت ربع وعشرون هذه حسبنا ستة زائد ستة زائد ستة أربع مرات لما ندير ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة ستة زائد ستة تساوي إثنى عشر ستة زائد ستة سوى إثنى عشر إذن إثنى عشر زائد إثنى عشر كم تساوي أربعة وعشرون وهذه النتيجة أربعة وعشرون إذن لما يكون عندنا مجموع لأعداد متشابهة نكتب الرقم المتشابه في كم تكرر من المرة نكتب في أربع مرات أو خمس مرات ونضع تساوي نديره مثال نديره مثال لدينا إثنان زائد إثنان زائد إثنان زائد إثنان زائد إثنان كم تساوي واش نديره ذركه نديره الرقم الذي تكرر إثنان في كم تكرر من المرة واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن تكرر خمس مرات وتساوي عشر فهم انتظرونا الفيديو القديم سيكون في في تمرين من كراسة الأنشيطة أنشيطات الرياضية في نفس الدرس سننزل بعد هذا الفيديو إن شاء الله إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعالينا لنا اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أترككم في رعاية الله